تهريب القطع الأثرية سرقة أخرى لدلائل التاريخ وتضيع جديد لملامح الحضارة ليست هذه الجريمة الأولى التي ترتكبها جماعة الحوثي بل هي امتداد لجرائم عديدة لم تتوقف عند حدود الحاضر بل ذهبت لتغييب الماضي أيضا الشواهد العديدة للجهات المعنية بالآثار في المناطق الخاضعة لسيطارة الميليشيا سجلت عمليات نقل واستحواذ على الكثير من القطع الأثرية المعروضة في بعض المتاحف أمام مخاوف متزايدة حول المصير المجهول لتلك القطع التاريخية تداول الآثار والمتاجرة بها في الأسواق بشكل شبه علني من قبل مشرفي الحوثي كان هذا آخر ما أشارت إليه التقارير المهتمة بهذا الشأن بعد أن أصبحت الآثار سلعة تباع في الأسواق السوداء ويتم تداولها بعد ذلك في المزادات العالمية في الجديد كشف وزير الثقافة مروان دماج أن الميليشيا متورطة في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها وقال إن الميليشيات دمرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها ونبشت قطعا أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفا ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين وذلك بطريقة منظمة وهربتها عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن الوزير أضاف أن الميليشيا تعمد إلى تحصين مقاتليها في مواقع أثرية وهو ما حصل في محافظة الجوف قبل تحريرها بعد أن حصنت نفسها في براقش وحولت الموقع إلى منطقة عسكرية وألحقت به أضرارا كبيرة منظمة اليونيسكو وفي تقاريرها الأخيرة قالت إنها تستعد لسحب عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات من برنامج تراث العالمي وذلك نتيجة الإهمال الذي تجده هذه المدن من الحوثيين وازدياد ظاهرة تهريب الآثار والمخطوطات التاريخية لا تتوقف إشكالية تهريب الآثار وتدمير المعالم الآثارية عند حدود تغييب التاريخ بل إنها تؤثر على إمكانية فهم ودراسة أي حضارة فالآثار هي الدليل الملموس للحضارة وموروثها الممتد ترجمة نانسي قنقر موسيقى